عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وبحضور أعضائه عيد روس الزوبيتي عبد الرحمن المحرمي عبد الله العليمي عثمان مجلي وفرج البحسني وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والاقليمية وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وذلك لوقف اطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة كما ناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الأساسية ومنها التدعيات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أمن واستقرار المنطقة وجدد مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدن وتخفيف معاناة الشعب اليمني وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة وأقر الاجتماع عدد من المعالجات للتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية ومنها تعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد والحد من التدعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها لحركة الملحة وخطوط التجارة الدولية ترجمة نانسي قنقر